الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في حق النظرية الاقتصاد القياسي صفات وتباين المقدر في المربعات السرى الاعتيادية Properties and Variance of Least Secures Estimator أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيث ما كانوا على بركة الله نبدأ قدمنا في مقاطع سابقة أمثلة عن التقدير بواسطة المربعات السرى الاعتيادية وقد بينا بأن تقدير المعلمتين في النموذج الخط البسيط هذه المعلمة A والمعلمة الثانية B وهذا النموذج الخط البسيط هو Y sub I تساوي A نقطة التقاطع مع المحو العمودي زائد B حيث B هي السلوب أو ميل هذه الدالة مضروب في المتغير العشوائي المستقل زائد الأرر أو الخطأ العشوائي E sub I small فهذا هو النموذج وهتان المعلمتان هما المعلمتان التي نريد أن نقدرهما بطبعا بناء على البيانات المتاحة كانت تقديرات A hat وB hat كما يلي الآن A hat تساوي هذه القيمة هذه الآن A hat هي التقدير لـ A الحقيقية وB hat هي التقدير لـ B الحقيقية فهذه تعتمد على عينة وهذه A للمجتمع الإحصائي كله وB hat تعتمد على عينة تقديرها يعتمد على عينة لكن B الحقيقية الآن تعتمد A هي B للمجتمع الإحصائي كله الذي نتعامل معه فإيها تساوي الفرق بين المتوسط الحسابي للمتغير التابع Y وطبعا الفرق بينهم والآن X bar له متوسط أو المتوسط الحسابي للمتغير العشوائي XI له المتغير المستقل مضروب في ميل الدالة بهات المقدر طبعا وبهات تساوي الآن حاصل الجمع للقوس الأول XI ناقص X bar له الفرق بين كل قيم من قيم المتغير المستقل ووسط الحسابي مضروب الفرق بين كل قيم من قيم المتغير التابع ووسط الحسابي الآن حاصل الضرب امقسم على مجموعة مربعات الفرق بين XI و X bar النتيجة قبل النهائية تساوي الآن حاصل جمع عندما الآن فك القوس نضربه تنتج هذه القيمة حاصل جمع XI YI ناقص N حجم العينة في X bar Y bar له متوسط الآن X متوسط الحسابي مضروب في المتوسط الحسابي ل Y مضروب في طبعا حجم العينة N مقسم كله على مجموعة XI تربيه بعدما فكنا هذا القوس ناقص الآن مجموعة XI تربيه ناقص N حجم العينة في مربع مربع الوسط الحسابي نكمل الآن كما بينا التباين تباين المقدر للخطأ العشوائي هذا الآن بعدما نقدر ونحسب الفرق بين Y الفعلية و Y المقدرة من الدلة بيكون هناك فروقات إذا ربعناها تصبح الآن EI تربيه المقدرة عندما نجمحها ونقسمها على N ناقص 2 اللي هو حجم العينة ما تروح منه عدد المعلمات المقدرة هنا عدد المعلمات المقدرة هو 2 A و B إذا كانت 4 فبتكون N ناقص 4 إذا كان المعلمات المقدرة 10 بيكون N ناقص 10 هاي الآن N ناقص عدد المعلمات المقدرة نسميها درجات الحرية فتباين الآن الخطأ العشوائي يساوي مجموع مربعات الخطأ العشوائي المقدر نقسم على درجات الحرية اللي هو N ناقص في هذه الحالة 2 أو N ناقص عدد المعلمات المقدرة عدد من نسميها K إحنا K عن N ناقص K نكمل من آخر نتيجة هذه آخر نتيجة لاحظوا لي أرجو الانتباه إلها B هات تساوي كما ذكرت بعد ما فكنا القوس بتكون مجموع from I equal 1 to N لXI مضروبة في YI ناقص حجم العين مضروب في الأوساط الحسابية في الوساطين حسابيين X bar Y bar مقسم على مجموع مربع XI ناقص N اللي هو حجم العين المضروب في مربع المتوسط الحسابي لXI الآن إذا دخلت يعني فكيت القوس بطريقة ذكية الآن YI دخلت على القوس هنا فقط لحاله ضربتها بالقوس كله وأخرجت وأبقيت هنا هذه لكن ضربتها في القوس ثاني مرة لوحدها فتنتج هذه الصيقة بها تساوي حاصل جمع لاحظوا لي هذه YI مضروبة في كل القوس هنا هذه مطروح الآن هذه القيمة هنا مضروبة في هذه القيمة إذن هذه القيمة لاحظوا لي هذه الآن أنتجت هذه البصد أنتج هذا البصد وبقي هذا كما هو لأن هذا كما هو هنا فالآن تعلمنا في مبادئ الإحصاء 101 يعني أو 102 إحصاء مبادئ بأن مجموع انحراف القيم عن وسطها الحساب دائما وأبدا يساوي صفرا هذه بدهية ولأن المجموع مضروب بكمية ثابتة فأن الصفر سيثبت هنا إذن ناقص صفر وبالتالي لأن قيم XI مثبتة لاحظوا كما ذكرت فإن مجموع الآن XI ناقص أكسبار الكل بدون تربيع طبعا من I equal لأن تساوي صفرا فإن النتيجة النهائية التي يعني هنا في هذه السياق هذا بها تساوي الآن حاصل جمع القوس هذه الذكرت قبله مضروب في YI مقسم على ما تبقى له هنا الآن هذا كما ذكرت هنا مثبت XI مثبت Fixed يعني هناك فرق بين متغير نثبت عن قيم معينة وConstant اللي هو الثابر 15 15 15 وهكذا لأن هذه القيم مثبتة وهذا الذي نفترض بأنه يتغير بناء على تغير XI فإن B hat لا تعتمد في هذه الحال إلا على YI إذن B hat is a function of YI هنا يعني B hat دالة في YI هاي أول نتيجة مهمة توصلنا إلىها الآن نكمل بنسبة B إلى A hat تذكروا أرجوكم أما A hat تساوي Y bar ناقص B hat في X bar فهي دالة في B hat لاحظوا لA hat تعتمد هذا مثبت هذا مثبت إذن تعتمد على هنا ولأن B hat دالة في YI فإن A hat is another function of YI اللي هي G of YI ما يعني الآن بأن المعلمتين A hat و B hat دالتان في المتغير العشوائي التابع YI هذه نتيجة مهمة جدا أرجو متابعتها والتركيز عليها دعنا الآن نرمز يعني بدنا الآن نبتكر رمز مهم جدا MI هذه القيمة اللي هي فقط القوس هذا XI ناقص X bar لوحدهم قسم على المجموع مربع المجموع هنا عطوا يعني مربع مجموع مربع الفرق نربع إلو بMI أي أن الآن B hat لاحظوا لي تساوي هذه القيمة لكن جمعها هنا هذه القيمة MI كلها لكن مجموعة هنا مضروبة في YI مقسم على ما تبقى هنا إذن تساوي بها تساوي مجموع from I كل one to N لMI في YI مهم جدا يعني دققوا هنا أرجوكم حتى تتوصل إلى هذه النتيجة الآن سأستغل هذه النتيجة من خلال التعرف على صفات MI لوحدها الآن صفات MI ما يأتي أول حاصل جمعها يساوي صفرا لماذا؟ مجموع MI تساوي مجموع تعريف الذي ذكرنا قبل قليل فقط القوس هنا مقسم على مربع الفرق مجموع مربع الفرق وبما أنه حاصل الجمع هنا سين يعني ينسحب على البص والمقام ما يعني بأن مجموع البص يساوي صفرا كما تعلمنا إذن صفر مقسم على القيمة لأنها ليست صفر لأن مربعة فبتكون المجموع يساوي صفرا هذه أول نتيجة لأن طبعا كما ذكرت مجموع XI ناقص XB يساوي صفر إذن أول صفة من صفات بأن مجموح هذا يساوي صفرا ثانيا مجموع مربعاتها نربح الآن يعني نريد أن نربح لحكي هذا كلياته ونجمع مجموع مربعاتها من I equal to N أم I طبعا تربيع يساوي لاحظوا للآن هذا الآن القوس وإن كان صغير لكنه بشمل البصد والمقام الآن المقام مربع وداخل كله لحكي هذا البصد مقسم عن مقام لكل تربيع بتكون هاي طبعا تربيع وهاي تربيع التربيع بما أنه يعني لأن الكميتان الآتيتان الآن في البصد والمقام متشابهتان مع عدد تربيع فإذن واحدة بتروح مع نصف الثانية أو يعني مع جزء منها مربحة وبالتالي يكون واحد فقط الآن النتيجة مقسم على XI نقص XBAR داخل قوس وكل تربيع إذن هذه الآن الصفة الثانية لمجموعة MI تربيع مربعات تساوي واحد على مجموعة XI نقص XBAR لكل تربيع الصفة الثالثة والأخيرة مهم جدا عندما نضرب MI بهذه القيمة فقط XI نقص XBAR ماذا ننتج الآن لاحظوا لي مجموعة MI ضربها في XI نقص XBAR عندما ندخل XI على MI ونطرح XBAR نضربه في مجموعة XI ننتج ما يلي الآن في هذه القيمة تبقى وهذه القيمة الآن لها يعني المعاملة خاصة فعندما ندخل الآن XI على MI ننتج هذه القيمة لأن عرفناها أنها هكذا أصلا والآن مضروبة هي في XI ومقسم على XI إذن الكل يساوي واحد صحيح الكل الآن حاصل يعني مجموعة ضربها MI في XI نقص أصبار داخل يساوي واحد صحيح سأستغل هذه الصفات الثلاثة في الآن في تسهيل واكتشاف ما يسمى بالقيمة المتوقعة لإيهات وبيهات وتباين إيهات وبيهات كما يلي بناء على كل هذه الصفات الآن بتكون بيهات يساوي كما عرفناها الآن سابقا تساوي مجموعة MI في YI كما ذكرنا وأرجو الرجوع يعني إلى الشريح الثاني من أو الثالث من هذا المقطع وتساوي الآن عوضنا بدل يعني بقية MI لكن بدل YI عوضنا بقيمة المعادلة A زائد B في XI زائد E لإرر في I أوكي إرر في I اللي EI الآن من فك القوس كلهاته يعني معنى آخر A بتنظر في MI B في XI مضروبة في كل مجموعة MI وEI وهكذا فبالحال النتيجة قبل النهاية بتكون A مضروبة في مجموعة MI زائد B في مجموعة MI XI زائد مجموعة MI في EI وتساوي لأن هذه القيمة صفرا فبتساوي بحالها B في مجموعة MXI هذه القيمة لأنها قيمتها واحد صحيح فبتكون هنا B ومضروبة طبعا مضاف إلى هذه القيمة يعني هذه الآن MI XI حسب هذه القيمة لاحظوا لي هنا لاحظوا لي تصبح الآن واحد صحيح و B فإذا بتكون النتيجة قبل النهاية أنه B هات تساوي B يعني B هات اللي هي المقدرة تساوي B الفعلية للمجتمع الصحيح مضاف إلها هذه القيمة MI ما معنى ذلك هنا لأن هذه تساوي صفرا ولأن هذا تساوي الصحيح إذن الآن B هات تساوي B زائد هذا المجموع الآن المجموع هذا له معنى أي أنه أي أنه الآن B هات تساوي B زائد المجموع from I equal to N MI في EI لأخذ القيم المتوقعة للطرفين قيم متوقعة إذن نأخذ القيم المتوقعة للطرف هذا نأخذ القيم المتوقعة للطرف الأيمن تساوي إذن القيم الExpected Value وB هات تساوي الExpected Value له القيمة متوقعة لكل هذا الكلام هنا B زائد مجموعة في EI طبعا من I equal 1 to N وتساوي القيمة متوقعة لB هنا زائد القيمة متوقعة لهنا هذه الآن عندما ندخل ندخل يعني لE على EI هذه القيم هنا مستقلة عن هذه القيم كما ذكرنا في أول مقاطع من صفات هذه ال EI أنها مستقلة عن كل إشي بالمعادلة أو الدالة ولأن القيمة المتوقعة للأرور متوسطها يساوي صفرا وبالتالي كل هذا سيذهب إلى الصفر هذا سيصبح صفرا ما يعني الآن بأن القيمة المتوقعة للمعلبة المقدرة تساوي قيمة معلمة المجتمع أي ليس هناك تحيز في تقديرنا أي أن القيمة متوقعة للمقدر بهات تساوي قيمة المقدر بمعنى ليس هناك تحيز أو بايس في التقدير هذه من صفات المربعات الصورة الاعتيادية بأنها تتميز بصفة أنها غير متحيزة ليس هناك إضافة أو نقطة على التقدير نكمل بالنسبة لE هات يمكننا بطريقة مشابهة إثبات أنه كذلك الأمر A هات تساوي هذه القيمة اللي هي يعني A هات بعد ما نفك القوس ونعوض تعويضات مناسبة فA هات تساوي A سالب X bar في مجموع MIY A هذه كلها تابي لاحظوا لها حتى ننتج بأخذ القيمة المتوقعة للطرفين فبكون القيمة متوقعة لE هات تساوي قيمة متوقعة لكل إشي هنا في الطرف الأيمن بما أنه هذه تساوي صفرا سبحان الله فإذن القيمة متوقعة لE هات تساوي ما يعني أي أن القيمة متوقعة المقدر تساوي قيمة المقدر بمعنى آخر ليس هناك التحيز أو بايس في التقدير إذن يعني من صفاتها الممتازة بأنها تقترب جدا وليس هناك يعني تحيز بأي مقدار بالتقدير نكمل تباين الآن المقدر بي هات هناك عرفنا أن قيمة المتوقعة هي قيمة المجتمع لE هات وبي هات وما هو تباين المقدر بي هات على سبيل الثان من الصيغة التي وصلنا إليها بالتعويض السابق وهي بي هات تساوي بي زائد المجموع from I equal one to N لأم I E I الآن ننقل الآن بنقل بي إلى الطرف الأيسر نحصل على ما يلي بي هات نقص بي هذا المقدر وهذا الأصلي تبع المجتمع يعني معنى آخر هذه القيمة المقدرة من بيانات المتاحة وهذه القيمة التي لا يعلمها إلا الله لأنها تابعة المجتمع والآن نربع الطرفين نأخذ مربع القيمة المتوقعة للطرفين وهو تباين المقدر الExpected Value لمربع الفرق يساوي الVariance كما تعلمنا بأول محاضرتين إذا بتتذكروا إخواني وأحبتي يساوي الVariance وبيهات وتساوي القيمة متوقعة للمربع كله هنا لاحظوا عندما نربع فإذا هذا بتربع وهذا مربع واحد صحيح أعفوا المربع هذه واحد على هذا المجموع إذا تساوي بالحال هاي Sigma Square Sigma Square طبعا اللي هو تباين المجتمع لهذه القيمة لEI مقسم على هذه القيمة التي أتت في المقام طبعا هاي سنحصل عليها من تقديرنا لEI hat الآن وتساوي هذا الآن تعلمنا كما ذكرت في أو يعني أو ثاني شريحة بأن تباين EI hat هي SI تربيع وتساوي بالحال هاي يعني 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 آخر variance لا B hat تساوي تباين الأخطاء العشوائية المقدرة مقسم على المقام هنا اللي هي بالحال هي تساوي Sigma المقدرة لEI إذا أخذنا الجذر التربيعي طبعا هنا تؤدي إذا أخذنا الجذر التربيعي فإذا هل نسمي هذا standard error أو الخطأ المعياري إذا أخذنا الجذر التربيعي لهذه القيمة تؤدي إلى هذه القيمة وهي ما تسمى standard error of B hat أو الخطأ المعياري للمعلم المقدرة B hat نكمل نكمل راجع الصفات حتى تأكد من أنه الذي قمنا به كان صحيح راجع الصفات هذه MI أرجوك أما تباين تباين عفوا هنا في تكرار خطأ تباين المقدر A hat فهو variance of A hat يساوي S سكوير وهو عفوا هنا تباين الأخطاء العشوائي المقدرة E i hat تأربيع تباين هي ساوي SI ومضروبة في هذه القيمة اللي هي مجموع from i equal one to n لمجموع مربعات X i مقسم على القيمة للمقام اللي هي مجموع مربع الفرق بين X i و X i أترك اشتقاق هذه القيمة إلى الطالب والباحث كتمرين من أجل أن يدرن نفسه وهذا طبعا ينطبق على محمد بن هاني وعامر جنزير وإسلام العمرات أرجوك ملخص حديثنا هو الآن كما يأتي بأن A hat موزعة طبيعيا بوسط A اللي هي قيمة المجتمع لاحظوا وهذا تباينها A hat إذن هي متغير طبيعي موزع هنا هذا الرمز الرمز التوزيع أن تساوي قيمة المجتمع يعني موزعة بوسط قيمته اللي هو الـ expected value expected value لهذا تساوي A وتباين S square مضروب لهذه المقدرة مضروب في هذه القيمة وبيهات موزعة طبيعيا بوسط مساوي لوسط المجتمع وتباين مقدار S square على هذه القيمة المقدر هذا معنى المقدر A hat موزع طبيعيا بوسط A وتباين هذه القيمة والمقدر بيهات موزع طبيعيا بوسط B وتباين هذه القيمة يسمى الجذر التربيعي لهذه القيمة الخطأ المعياري للمقدر A hat كما ذكرت قبل قليل عن الخطأ المعياري أو standard error للمقدر بيهات المقطع القادم بإذن الله سيكون مثالا على النتائج التي توصلنا إليها في هذا المقطع بإذن الله سأعزز وأعطي أمثل بالأرقام على النتائج التي توصلنا إليها شكرا لكم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن شكرا لكم